كمان لازم أتوجه بالتحية لأبطال مصر في مختلف الرياضات اللي شوفناها في دورة طبعا ألعاب البحر المتوسط والإنجاز الرائع اللي حقوق الفوز ب51 مداليا 51 مداليا بنتكلم على 13 مداليا دهب 13 مداليا دهب ويمكن الأجواء اللي قبل البطولة ما كانتش أبدا أبدا تقول إن إحنا ممكن نعمل هذا الإنجاز على العكس يمكن كان فيه مطالبات بعدم السفر للاشتراك في هذه الدورة وكالعادة دايما بنلاقي نفسنا قدام أمر واقع بنلاقي نفسنا كمان بنحق نجاحات كبيرة جدا جدا بنلاقي نفسنا بنحصد الدهب والبرونز والفضة على غير المتوقع طبعا بنقول للأبطال دول شكرا لأنهم مثلوا مصر بشكل أكثر من رائع وكمان شكرا جدا على المجهودات الرائعة لهم هم كأبطال خلال السنوات اللي فاتت قدية تضحيات كتيرة جدا عندنا أمثلة كبيرة جدا من الأبطال دول ضحوا كتير جدا وتمرنوا كتير جدا عشان يكسروا الأرقام قياسية ويرفعوا على مصر في هذه البطولة أو هذه الدورة دورة ألعاب البحر المتوسط دورة قوية جدا زي ما حضراتكم تابعتوا كان فيها أبطال كبار على مستوى إيطاليا على مستوى تركيا لكن أبطالنا يعني بنقولهم حمد الله على السلامة وما وصلوا يعني إلى القاهرة والأمنية بعد ما بقول شكرا وبعد ما بنقولهم ألف مبروك كمان لازم نشتغل مع الناس دي باحترافية شوية يعني دايما وانا قلت الكلام هنا في المحترف كلنا بتبقى لحظة الفرحة كلنا فرحانين وكلنا مبسوطين وورد في المطار وتمام التمام حلو قوي لكن ما بعد ما بعد لازم الأبطال دول يكون عندهم رعاية خاصة جدا لازم الأبطال دول نبدأ نأهلهم للأولمبيات القادمة نفسنا مدليات دهب كتير على مستوى الأولمبي ده شيء مهم جدا نفسنا كمان أن الألعاب اللي الناس بتسميها ألعاب فردية لا تاخد حقها تاخد حقها بزيادة كمان لأنه دول على المستوى الشخص بيعانوا بشكل كبير جدا على مستوى التدريبات على مستوى الرعاية على مستوىات كتيرة جدا آه بنحب كورت القدم وكلنا بنحبها لكن كمان هم ليهم يعني كمان يعني واجب علينا أن احنا نقف جنبهم ودي رسالة من المحترف لكل مسؤولي الرياضة في مصر خلاص حطوا الاسبوت وتابعوا ولادنا الأبطال اللي رجعوا من الجزائر حط عليهم اسبوت من دلوقتي ويبدأ ابني للمستقبل عندنا بطولة أولمبية قادمة إن شاء الله نأهل ولادنا بشكل علمي وبشكل سليم ليه طبعا الحصول على مدليا كمان دهبية على مستوى الأولمبيات هيكون شيء أكتر من رؤية هستعرض مع حضراتكم سجل الشرف الزهبي لأبطال مصر الحاصلين على المداليات الزهبية في دورة الألعاب البحر المتوسط وزي ما بقول لحضراتكم في 13 13 مدالية 13 بطل وصلوا لهذه المدالية الزهبية في كل الأعاب يعني عندنا يعني عندنا أبطال زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة في تايكوندو عندنا في رفع الأسقال عندنا في تنس الطولة عندنا في الوسب العالية عندنا كمان على مستوى المصرعة يعني زي ما بقول لحضراتكم يعني الأبطال دول لازم يتكرموا بشكل كبير يعني عندنا اللعب محمد السيد طبعا ده في سلاح سيف المبارزة الزهبية سيف عيسع في التايكوندو وزن 80 كيلو نعمة سعيد طبعا في رفع الأسقال مع طبعا جابت اتنين دهب كمان زياد السيسي في سلاح السبر ويسري حافظ في الملاكمة بسانت حميدة العملاقة والعداءة القوية جدا في ألعاب القوة عندنا محمد عبد الموجود في الجودو عم الردى في مصارع الحرة هانا جودة طبعا ومريم الهديبي في تنس الطاولة في ريال أشرف كاراتيه مع يوسف بدوي زي ما بقول لحضراتكم دول أبطال ان شاء الله بإذن الله زي ما بقول لحضراتكم الرسالة اللي هنا من المحترف الأبطال دول اللي احنا بنحتفل بيهم دلوقتي وبنستقبلهم بالورد هم يستحقوا ده وزيادة الزيادة ايه مش الزيادة من عندنا لكن الواجب علينا ان احنا نعتني بيهم ونرعاهم بشكل جيد جدا عندنا أبطال وعندنا مواهب ان شاء الله بإذن الله كل توفيق لهم